موسيقى أعزائي تلاميذ سنة رابعة متوسط أهلا ومرحبا بكم في دروس لكول نستعرض عليكم اليوم الحصة رقم 70 في مادة الرياضيات يقدمها لكم الأستاذ مسعودي ونتناول فيها درس حول المظلعات المنتظمة والزوايا سنستعرض عليكم اليوم أعزائي التلاميذ أولا تذكير حول المظلعات المنتظمة والزوايا ثم نوضح ذلك أكثر في بعض الأمثلة أولا تذكير الزوايا المركزية والمحطية ماذا نقصد بزاوية مركزية وزاوية محطية؟ التعريف يقول لتكن سي الدائرة التي مركزها النقطة O ونصف قطرها طول قطع المستقيمة OA لاحظ الشكل لدينا O مركز للدائرة وA نقطة من هذه الدائرة ولتكن B أم أم فتحة نقاط من هذه الدائرة كما نلاحظ في الشكل نسمي الزاوية AMB بزاوية محطية أي كل زاوية رأسها نقطة من هذه الدائرة وتحصر أيضا قوس من هذا الدائرة تسمى بزاوية محطية أما الزاوية التي رأسها مركز الدائرة وتحصر قوس من هذه الدائرة فتسمى زاوية مركزية كما نلاحظ في الشكل الزاوية AOB تسمى زاوية مركزية لأن رأس هذه الزاوية هو مركز الدائرة وتحصر قوسا من هذه الدائرة هو القوس AB إذن تسمى زاوية مركزية ونقول أن الزاويتان A M B و A O B تحصران نفس القوس A B ولكن الأولى هي زاوية محيطية أما الثانية فهي زاوية مركزية وبما أن النقطة A M Fتحة هي أيضا نقطة من هذه الضائرة إذن يمكنها أن تحصر القوس A B وتسمى أيضا بزاوية محيطية وكما نلاحظ أن قيس الزاوية A M B مساوي لقيس الزاوية A M Fتحة B لماذا؟ لأنهما زاويتان محيطية إذن نستنتج أن كل زاويتان محيطية لتحصران نفس القوس تكونان متقايستان الخاصية تقول عزيزي التلاميذ كما قلنا سالفا كل زاويتان محيطية لتحصران نفس القوس متقايستان أي أن قيس الزاوية A M B مساوي لقيس الزاوية A M Fتحة B أما الزاوية المركزية هي ضعف الزاوية المحيطية أي إذا كانت هناك زاوية مركزية تحصر نفس القوس أي إذا شكلنا زاوية مركزية تحصر قوسا معين وزاوية محيطية تحصر نفس القوس تكون الزاوية المركزية تساوي ضعف الزاوية المحيطية إذن يمكننا أن نقول أن قيس الزاوية AOB يساوي 2 في قيس الزاوية ANFB أو ANB لأنهما متقايستان لنوضح ذلك أكثر في مثال لتكون C الدائرة التي مركزها النقطة O وقطرها طول قطع المستقيمة AB يساوي 4 سنتيمتر أي أن النقطتين A و B تنتميان إلى الدائرة C ولتكون النقطتين EF كما سنوضحه في الشكل نقطتين من الدائرة C حيث أن قيس الزاوية EAA يساوي 150 درجة المطلوب هو برهن على أن الزاويتين EFA و EBA متقايستين ثم السؤال الموالي هو ما هو قيس الزاوية BAA لنرسم الشكل لدينا النقطة O مركز للدائرة C ولدينا A و B نقطتين من هذه الدائرة بحيث أن طول قطع المستقيمة AB يساوي 4 سنتيمتر ويمثل قطر لهذه الدائرة ثم لدينا E و F نقطتين من هذه الدائرة بحيث أن قيس الزاوية EAA يساوي 150 درجة المطلوب هو أن نثبت أن قيس الزاوية EBA يساوي قيس الزاوية EFA لاحظ عزيزي التلميذ أن قيس الزاوية EBA يحصر القوس EAA بالإضافة إلى أن قيس الزاوية EFA يحصر نفس القوس وهو القوس EAA إذن بما أن الزاويتين EFA و EBA هما زاويتين وحيطية تحصران نفس القوس EAA إذن نقول عنهما أنهما متقايستان وبما أن EAA تمثل زاوية مركزية تحصر أيضا نفس القوس EAA والتي قيسها 150 درجة إذن يمكننا أن نقول أن قيس الزاوية EBA يساوي 1 على 2 في قيس الزاوية EAA لماذا؟ لأن الزاوية المحيطية تساوي نصف الزاوية المركزية إذن تعويض عددي قيس الزاوية EBA يساوي 75 درجة أي أن قيس الزاوية EBA يساوي 150 درجة على 2 أي يساوي 75 درجة إذن قيس الزاوية EBA يساوي 75 درجة ومنه قيس الزاوية EFA يساوي أيضا 75 درجة في السؤال الموالي طلب منا ما هو قيس الزاوية BAA لاحظ عزيزي تنميذ المثلث بأو آ بما أنه مثلث محصور في الدائرة ووتره يمثل قطر لهذه الدائرة وطر المثلث بأو آ هو القطع المستقيم آبي والتي بدورها تمثل قطر لهذه الدائرة إذن نقول أن الرأس المقابل لهذا الوتر زاويته قائمة إذن نقول أن الرأس المقابل للقطع المستقيم آبي أي النقطة أ زاويته قائمة إذن نقول أن المثلث بأعا مثلث قائم في النقطة أ ومنه نستنتج أن قيس الزاوية بأعا يساوي 90 درجة ننتقل الآن إلى المظلعات المنتظمة ماذا نقصد بمظلع منتظم؟ التعريف يقول نقول عن مظلع أنه منتظم إذا كانت كل أضلاعه متساوية وزواياه متقايسة أي كل المظلع مهما كان عدد أضلاعه إذا كانت جميعها متقايسة وزواياه التي تمثل رؤوس هذا المظلع هي أيضا متقايسة نقول عنه أنه مظلع منتظم مثال المربع هو رباعي منتظم لأن لديه أربعة أضلاع إذا نسميه رباعي منتظم لماذا؟ لأن جميع أضلاعه متساوية وزواياه تساوي جميعها 90 درجة أي جميعها متقايسة إذا نقول عنه أنه رباعي منتظم المثلث متقايس الأضلاع هو أيضا عبارة عن مظلع منتظم ونسميه ثلاثي منتظم لماذا؟ لأن جميع أضلاعه متساوية وزواياه جميعها تساوي 60 درجة أي متقايسة إذن هو عبارة عن ثلاثي منتظم ملاحظة عزيزي التلاميذ لكل مظلع منتظم مركز والذي هو على نفس البعد من رؤوس هذا المظلع أي كل مظلع منتظم توجد هناك نقطة داخل هذا المظلع تبعد نفس البعد عن جميع رؤوس هذا المظلع إذن يمكننا أن ننشئ دائرة تحيط بهذا المظلع المنتظم مركزها هو نفسه مركز هذا المظلع المنتظم كما قلنا المربع هو رباعي منتظم مركز المربع هو نقطة تقاطع قطري هذا المربع أما مركز المثلث متقايس الأضلاع هو نقطة تقاطع منصفات الزوايا لاحظ عزيزي تلميذ الشكل لدينا ABCD عبارة عن مظلع مركز هذا المظلع هو تقاطع القطرين AC و BD ولتكون مثلا نقطة O نسميها مركز هذا المظلع نسميها مركز هذا الرباعي المنتظم ونقول أن النقطة O هي مركز المربع ABCD ومنه نستنتج أن طول قطع المستقيم O A مساوي لطول قطع المستقيم O B ومساوي أيضا لطول قطع المستقيم O C والتي بدورها تساوي طول قطع المستقيم O D ولدينا مثلث متقايس الأضلاع EGK مركزه هو تقاطع منصفات زوايا أي عندما ننشكل منصفات الزوايا الثلاثة نقطة تقاطع هذه المنصفات تمثل مركز هذا المثلث متقايس الأضلاع ونسميها مثلا النقطة F إذن نستنتج إذن نقول أن النقطة F هي مركز المثلث المتقايس الأضلاع EGK فإن طول قطع المستقيم F E تساوي طول قطع المستقيم F G وتساوي أيضا طول قطع المستقيم F K كيفية الإنشاء حسب ما سبق لإنشاء مضلع منتظم يجب إنشاء الدائرة المحيطة به أي كل مضلع منتظم مهما كانت عدد أضلاعه لإنشائه أولا علينا أن ننشئ الدائرة المحيطة به أي إذا كانت A1 A2 إلى غاية A1 تمثل رؤوس هذا المظلع المنتظم وO مركز الدائرة المحيطة بهذا المظلع فإن طول قطع المستقيم O A1 مساوية لطول قطع المستقيم O A2 ومساوية إلى غاية طول قطع المستقيم O A1 أي على حسب عدد أضلاع هذا المظلع المنتظم أي أنه كل زاويتان مركزيتان متجاورتان تكونان متقايستان وسنوضح ذلك في الكتابة التالية أي أن قيس الزاوية A1 أو A2 مساوية لقيس الزاوية A2 أو A3 ومساوية بدورها إلى قيس الزاوية A3 أو A4 إلى غاية آخر رأس من هذا المظلع وجميعها تساوي 360 على أن حيث أن يمثل عدد رؤوس هذا المظلع لنوضح ذلك أكثر في المثال التالي إليك تمثيل مظلع منتظم له ثمانية أضلاع متقيسة لاحظ الشكل لدينا مركز هذا المظلع ورؤوسه من A1 إلى غاية A8 لاحظ المظلع المنتظم ذو ثمانية أضلاع باللون الأسود والدائرة المحيطة به باللون الأزرق هذا المظلع يسمى بثماني الأضلاع أي له ثمانية أضلاع جميعها متقيسة إذن نسميه ثماني الأضلاع أي كل الزاوية المركزية متقيسة وتساوي 360 على ثمانية لماذا؟ لأن عدد أضلاع هذا المظلع المنتظم هي ثمانية إذن نقول أن كل زاوية مركزية تساوي 360 على ثمانية الناتج يعطينا 45 درجة إذن نقول أن نقيس الزاوية A1 أو A2 تساوي 45 درجة وهذا نطبقه على جميع الزاوية المركزية في هذا الثماني مثال آخر عن سداسي منتظم لاحظ الشكل لدينا سداسي منتظم باللون الأسود رؤوسه من A1 إلى غاية A6 الدائرة باللون الأزرق هي الدائرة المحيطية لهذا السداسي المنتظم هذا السداسي المنتظم نقول عنه أنه مظلع منتظم له 6 أضلاع متقيسة أي أن طول قطع المستقيم A1 A2 مساوية لـ A2 A3 ومساوية أيضا لـ A3 A4 كما قلنا سالفا كل الزاوية المركزية تكون متقيسة وتساوي 360 على عدد أضلاع هذا السداسي المنتظم أي 6 إذن الناتج يعطينا 60 درجة إذن نقول أن نقيس الزاوية A1 أو A2 تساوي 60 درجة مثال آخر أعزائي التلاميذ لاحظ الشكل لدينا دائرة محيطية محيطة بسباعي منتظم A, B, C, D, E, F, G, H عبارة عن سباعي منتظم و C الدائرة المحيطة به والتي مركزها النقطة O المطلوب هو احسب الزاوية X و Y كما نلاحظها في الشكل قيس الزاوية FOA هي قيس الزاوية X والمطلوب من إيجادها نعلم أن كل الزاوية المركزية لمضلع منتظم تكون متساوية أي أن قيس الزاوية FOG مساوية لقيس الزاوية G O A والتي تساوي 360 قسمة عدد أضلاع هذا المضلع أي سبع نعلم أنه في المضلع المنتظم جميع زواياها المركزية متقايسة أي من الشكل نقول أن قيس الزاوية FOG مساوي لقيس الزاوية G O A والذي يساوي 360 على سبع لاحظ من الشكل أن قيس الزاوية FOA مساوي لمجموع الزاويتان FOG زائد قيس الزاوية G O A أي أن قيس الزاوية FOA يساوي مرتان في 360 قسمة سبع لأن قيس كل من الزاوية FOG و G O A يساوي 360 قسمة سبع إذن نقول أن قيس الزاوية FOA يساوي 2 في 360 قسمة سبع الناتج يعطينا 102.86 درجة إذن نقول أن قيس الزاوية X هو 102.86 درجة نعلم أنه طول قطع المستقيمة FO يساوي طول قطع المستقيمة O A أي أن FOA عبارة عن مثلث متساوي الساقين ومن هنا استنتج أن قيس الزاوية Y والتي تمثل الزاوية O F A مساوي لقيس الزاوية O A F في مثلث متساوي الساقين FOA لدينا قيس الزاوية O F A يساوي قيس الزاوية O A F ونعلم أنه في المثلث مجموع زاوية المثلث تساوي 180 درجة أي أن قيس الزاوية FOA زايد قيس الزاوية O F A زايد قيس الزاوية O A F يساوي 180 درجة وبما أن الزاوية O F A و O A F متساويتان إذن يمكننا أن نقول أن 2 في قيس الزاوية O F A يساوي 180 ثم ننقل قيس الزاوية FOA إلى الطرف الأيمن من هذه المساوات ناقص قيس الزاوية FOA والمساوي لـ 102.86 درجة إذن قيس الزاوية FOA يساوي 180 ناقص 102.86 الناتج يعطينا 77.16 قسمة 2 ومنه قيس الزاوية O F A يساوي 38.57 درجة ومنه نقول أن قيس الزاوية O F A هو 38.57 درجة وبإيجاد قيس الزاوية O F A أعزائي التلاميذ نكون قد أنهينا حل هذا المثال خلاصة الحصة أعزائي التلاميذ النقاط المأخوذة من هذه الحصة أولا معرفة خلاص الزاوية في الدائر ثم معرفة المظلعات المنتظمة شكرا لكم أعزائي التلاميذ على حسن الإصغاء والمتابعة كنتم مع دروس لكول قدمها لكم الأستاذ مسعودي في الحصة القادمة سنتناول بعض التمارين حول المظلعات المنتظمة والزوايا دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة